مؤسسة حياة كريمة أعلنت توفير 60 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة كل ده طبعاً بيجي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت فرق الرصد الميداني في المؤسسة النهاردة ببدء التوزيع في 52 مركز بواقع 20 محافظة كل ده بيأتي في إطار مبادرة وصل الخير 2 واللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة في التحالف الوطني كعضو طيب كمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بيدم عدد كبير من الجماعيات زي بنك الطعام، جماعية الأرمان، مؤسسة صنع الحياة، مؤسسة مصر الخير وغيرهم أعلنوا عن إطلاق أكبر حملة للتوزيع لحوم الأضاحي بتكلفة إجمالية بلغت نحو نصف مليار جنيه مصري كمان الجماعيات والمؤسسات وأعضاء التحالف الوطني قاموا بجوالات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وإجراء الكشف البيطاري عليها كمان قاموا بزيارة المجازر واتأكدوا من مدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأطحى المبارك وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأطحى